يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إن الواجب هو إزالة القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج القبر من المسجد هل هذا الكلام صحيح؟ لا ما هو صحيح القبر في مكانه الذي دفنه فيه الصحابة في حجرة عائشة فلا يغير وأما القبة أمرها سهل لأن القبة سقف وكانت الحجرة التي دفنه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسكوفة أيضا كانت مسكوفة ولها فرجة إلى السماء فالقبة بمثابة السقف الذي كان على الحجرة ما فيه بأس نعم